دلوقتي جي موعد موجز الأنباء بصحبة زميلة نهال الحملاء شكرا مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لتقديم التهنئة له بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لموريتانيا وتمانيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه خلال فترة رئاسية جديدة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على مواصلة العمل المشترك لتقوية أواصر الأخوة والتعاون التي تربط البلدين وبما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين وكذا في ضوء الرئاسة الموريتانية الحالية للاتحاد الأفريقي من جانبه سمن الرئيس الموريتاني اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي مشيرا إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة مع مصر أفاد مصدر حكومي بأن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة ستتم اليوم بمقرر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة يعقبها اكتماع للحكومة الجديدة وأشر المصدر الحكومي إلى أن التغيير الوزاري يشمل نحو عشرين حقيبة وزارية وعددا من المحافظين ويشهد تغييرا شاملا ودمجا لوزارات واستحداثا لأخرى وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا وأكد المصدر الحكومي أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار وأضاف المصدر أنه سيتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية أعلن مصدر حكومي مطلع أن الحكومة الجديدة ستشهد تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية وأضاف المصدر أن حقائب التعليم والزراعة والبترول والكهرباء في مقدمة الوزارات التي سيتم تغييرها في السياق ذاته كشفت مصادر القناة إكسترانيوز عن أسماء عدد من الوزراء والمحافظين الجدد مع استمرار وزيري الريء والتعليم العالي في منصبيهما مؤكدة أن تغيير الوزاري سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء كما أعلن مصدر رسمي إعادة تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية خلال أيام بعد تسلم ترشيحة النقابات المهنية ومجلس النواب والمجلس الأعلى للجامعات وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا إسرائيليا استهدف حي الزرقاء جنوب مدينة غزة ما أصفر عن خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال كما استهدفت طائرات الاحتلال حي شجاعية بمدينة غزة ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين حضر رئيس الفرنسي إمانوال مقهان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو على عدم إطلاق عملية جديدة قرب خان يونس ورفح الفلسطينية في قطاع غزة وأقال قصر الإليزي في بيان أن مقهان اعتبر خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو أن أي عملية إسرائيلية جديدة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الخسائر البشرية والأوضاع الإنسانية الكارثية وشدد مقهان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية لمخيم نور شمس بتول كرم بالضفة الغربية المحتلة كما اقتحمت قوات الاحتلال لعدة مدن وبلدات بالضفة الغربية من بينها بلدة يطا والسموع جنوب الخليل كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينين بمخيم جنين هذا وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة ثلاثة أشخاص برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس أصدر الرئيس التونسي قيز سعيد أمرا بدعوة الناخبين التونسيين للانتخابات الرئاسية في السادس من أكتوبر المقبل وكان الرئيس التونسي قد أكد في وقت سابق أن كافة الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية عز الرئيس الأمريكي جو بايدن سبب سوء أدائه في المناظرة التي جرت الخميس الماضي بينه وبين منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب إلى الإرهاق الناجم عن سفره الدولي المتكرر في الفترة الأخيرة من جانبه استبعد البيت الأبيض خضوع بايدن لأي اختبار معرفي مشيرا إلى أن بايدن كان يعاني من نزلة برد أثناء المناظرة انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل